بمئة وسبعين مليون جنيه استرليني السعودية بتسوق لملفها في كأس العالم بالتعاقد مع الدون سي ار سابن متفوقا على غريمها التقليدي ليونالماسي ونيمار تم الاعلان الرسمي عن توقيع دون كريستيانو رونالدو لناديا النصر السعودي مقابل راتب صافي بلغ سبعين مليون جنيه استرليني سنويا ده طبعا بالاضافة لمجموعة من الحوافز والاعلانات التجارية وبكده هيحصل على مية وسبعين مليون جنيه استرليني في السنة وبكده بيتفوق كريستيانو رونالدو على الارجنتيني ليونالماسي نجمة باريس سان جرمان واللي بيتقاضى راتب سنوي تقريبا 62 مليون جنيه استرليني والطبيعة الحال كريستيانو حيتجاوز البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جرمان ولا بيحصل تقريبا على 58 مليون جنيه استرليني بيبقى السؤال ايه هي الاهداف غير المعلنة من صفقة القرن بالنسبة للسعوديين اهلا بكم حلقة جديدة من رقم 10 انا رجائي رمزي حكون معاكم الاسبوع ده من الحد للاربع زي ما احنا متعودين بنستعرض فيها اهم وابرز الاحداث الرياضية المحلية والعالمية خلونا نبدأ الحلقة النهاردة بالسؤال الابرز واللي اصبح حديث الجماهير الرياضية او ترند في الجماهير الرياضية ما بين اوساط الجماهير الرياضية ما هو استفادة الكرة السعودية من التعاقد مع كريستيانو رونالدو هو بلغة الكرة كده يعني بيشطى بكور قبل بنجاوب على السؤال ده خلونا نستعرض تغريدة مثل اللي قال معمر رئيس نادي النصر ايه اللي قال فيها اتكلم فيها عن التعاقد مع كريستيانو ورونالدو السعيد جدا بالنمام اعظم لها في تاريخ كرة القدم لنادي النصر تعاقدنا مع رونالدو ودي حاجة مهمة جدا لا يستهدف كسب مباراة او بطولة اذا الموضوع لا يتعلق فقط بكسب مباراة او بطولة منضوع ابعد من ذلك بنتكلم على تجارب عظيمة احترافية الهام لجيل شغوف بارياضة ادعوكم للاستنتاع بفصل من فصول تطور الهائل في المملكة اذا الموضوع مش موضوع فقط ان احنا نكسب مطش او نكسب بطولة تعاقدنا مع رونالدو المرة التانية منكرر التويتا من لا يستهدف كسب مباراة او بطولة بل ابعد من ذلك احنا بننقل تجارب عظيمة احترافية عالية بنبقى ملهمين لجيل شغوف بالرياضة بيضعونا للاستنتاع بفصل من فصول التطور الهائل في مملكة العربية السعودية يعني الموضوع لا ينحصر انك تكسب مطش او بطولة الموضوع ابعد من كده بكتير الموضوع اللي علاقة بحاجة اسمها البراندينج التسويق ازاي تسوى ليه المنتج بتاعك على فكرة الاقضاءة مش قضاءة فلوس تماما يعني مش علشان انت معاك فلوس وانت تقدر تنجح خالص طول ما فيه تفكير فيه تخطيط طول ما احنا بنبصل قدام مش بنبصل تحت رجلينا اكيد هننجح طول ما احنا بنخطط كويس اكيد هننجح خذونا بقى نشوف ايه استفادت الكرة السعودية في مجملها ونادي النصر من هذا التعاقد التاريخ اول حاجة عندنا حاجة قيمة تسويقية لنادي النصر وللسعودية بمجرد اعلان صفقة انتقال رونالدو الى النصر كل وسائل الاعلام العالمية اللي حنشوفها دلوقتي بتتصابق على اعلان الخبر اسم نادي النصر زي ما حنقرأ ونشوف ونتابع مقرون بيه المملكة العربية السعودية تصدر صفحات الاولى من الاخبار زي ما احنا طبعين سي ام بي سي كريستان رونالدو ساين وذ سعودي اربيا حنلاقي نادي النصر طبعا اللي بعديها حنلاقي فرانس فانكاتغة بيتكلم عن كريستان رونالدو ساينز فور النصر فوتبول سعودي اربيا اللي بعديها دوش بيلا سعودي فوتبول كلاب النصر ساينز بتخلي كريستان رونالدو تنجح في التعاقد مع كريستان رونالدو اللي بعديها الاولو سبورت كريستان رونالدو ساينز فور النصر زي ما احنا شايفين كلمة نادي النصر والمملكة العربية السعودية اللي بعديها موقع جول كريستان رونالدو ساينز او جوينز النصر فورمان او فورمان يونيتد فورورد ساينز فور المبلغ بتاع وذ سعودية عربية اللي بعديها اخر حاجة سين ان بتقول كريستان رونالدو ساينز فور سعودي تيم النصر زي ما احنا شايفين وتابعنا في كل المواقع الاخبارية بتتكلم عن نادي النصر وعن السعودية العربية المملكة العربية السعودية على فكرة البراندينج او التسويق ده بتدفع فيه ملايين او بلايين الدولارات انا بتكلم هنا عن ايه على النطاق الصحف والمواقع الاخبارية كمان السوشيال ميديا بتتكلم عن اسم نادي النصر وازاي تردد اسم نادي النصر وازاي نادي النصر والمملكة العربية السعودية اصبح بيتصدر المنصات زي ما احنا شايفين برضو عودة الى المواقع سكاي نيوز بتكلم برضو عن كريستيان ورونالدو زي ساينز فور سعودية العربية سايد النصر زي ما احنا شفنا وتابعنا نادي النصر السعودي والمملكة العربية السعودية بتتكرر في المواقع الاخبارية وتصدرت كل مواقع او منصات السوشيال ميديا بالطبع القيمة التسويقية لنادي النصر هترتفع ما فيهش كلام القيمة الحالية تقريبا لنادي النصر التسويقية احنا مكلم في 60 مليون اورو دفنتلي مثل مؤكد نايا حديد تقريبا تصل الى اكتر من 100 مليون اورو بمجرد ضم او الاعلان عن ضم الدون رسميا ده غير اكيد التشيرتات بتاعتنا دي اللي شهدت اقبال تاريخي من لحظة اعلان التوقية وانا هانا عايز اشير الى احصائية مهمة جدا وانا بحب شخصيا الاخبار التي لها علاقة بالارقام الارقام لا بتجدب ولا بتنافق ولا بتجمل الواقع الارقام هنا بتقول ايه في اليوم وانا عايز هنا ارجع تاريخيا في اليوم اللي اكدت فيها الاخبار عودة رونالدو الى منشستر يونيتد ارتفع سهم منشستر يونيتد بنسبة تمانية في المية سهم منشستر يونيتد ارتفع بنسبة تمانية في المية القيمة التسوقية او السوقية لمانشستر يونيتد زيادت بمقدار 212 مليون جنيه استرليني ده علاوة على ايه على انها شهدت كل شبكات التواصل الاجتماعية الخاصة بين منصات الخاصة بمانشستر يونيتد زيادة نمو ايجابي بنسبة 2.43% انا بحب الارقام دي علشان بتورينا احنا رايحين فين انا عايز اقولكم ان الارقام دي كانت فقدون ايه فقدون 7 ايام فقط من اعلان انضمام او رجوع كريستيانو رونالدو لمانشستر يونيتد ده وفقا ليه تقرير مهم صادر عن محاة الاعمال الرياضية ده في مانشستر يونيتد طيب خلونا نرجع كمان 2018 صيف 2018 كريستيانو رونالدو بيوقع عليه اليوفاندس بمجرد التوقيع حصل ايه سجلت الايرادات التجارية اعلى معدل نمو على اساس سنوي بنسبة 30% متخيلين الرقم كانت قبل كده تقريبا احنا منتكلم في 142 مليون اورو كانت موسم 2017 2018 زادت لي 185 مليون اورو في موسم التالي 2018 2019 طيب ده فيما له علاق بمانشستر يونيتد وليوفاندس طيب لما كريستيانو رونالدو مشي من ريال مدريد حصل ايه كان في صيف 2018 لأول مرة من 10 سنين تاني لأول مرة من 10 سنين ملعب سنتياجو بيرنابيو شهد اقل لنسبة حضور من 2008 الناس او المشاهدين او المشجعين اللي حضروا الماتش بين ريال مدريد وختافي تقريبا بالكاد وصل الى 48000 مشجع ده بالاضافة لإيه ان حساب ريال مدريد خسر تقريبا مليون متابع في ظرف 24 ساعة قيمة مبيعات التشيرتات بتاعة ريال مدريد انخفضت ل30% خلينا نروح بعد ما استعرضنا القيمة التسويقية لنيادي النصر السعودي بشكل عام خلينا نروح بقى ننتقل للقيمة التسويقية للدوري السعودي وهنا انا عايز اتوقف امام واحدة من اكتر الكلمات بحثا على محرك الجوجل زي ما هنشوف الناس قاعدة بتدور على ايه سؤال مهم جدا وين كريستانو رونالدو فرست جيم فور النصر انتم متخيلين اللي بعديها الرجالة انتم متخيلين ان الناس بتدور بتبحث امتى موعد المطش او المباراة القادمة لكريستانو رونالدو مع فريقه الجديد النصر سبورت 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 ماكس بتقول رونالدو جوينز النصر وات سوبر سرايكار كان اكسبت ان سودي عربيا امتى هنشوف كريستانو رونالدو في المملكة العربية السعودية كلاعب في فريقه الجديد كل مواقع التواصل الاجتماعي بتسأل نفس السؤال الظهور الاول لكريستانو رونالدو انت متخيلين مواقع البحث في العالم بتسأل عايزين يشوفه كريستانو رونالدو بتيشيرت فريق النصر السعودي عايزين يعرفه امتى مباراته القادمة وعلى فكرة وفقا لأحد الصحف السعودية بتقول ان تقريبا هيكون اول ظهور لكريستانو رونالدو ان شاء الله يوم الخميس القادم قطعا القيمة التسويقية للدوري السعودية ستتضاعف عشر مرات على الاقل وزي ما قلنا وفقا لأحد الصحف السعودية كريستانو رونالدو هيكون جاهز علشان يشارك مع النصر خلال مبارات الطائي اللي هتجمع ما بينها ما بينها ضمن منافسات الدوري السعودية مقرر اقمتها زي ما قلنا الخميس القادم خمسة يناير هو هيكون جاهز مشاركته عدم مشاركته طبعا ده يرجع لي الادارة الفنية لفريق النصر السعودي ده رقم اتنين في السؤال الابرز وهي الهم اللي شاهد يعني ترند ما بين كل الاوساط الرياضية المتابعة في العالم لي ومحبي ومشاجعي كريستانو رونالدو رقم تلاتة عايزين نتكلم على ان هو ازاي قيمة واحد زي كريستانو رونالدو ان هو يدعم ملف المملكة العربية السعودية طبعا الى جانب مصر واليونان في تنظيم بطولة كأس العالم 2030 انت متخيل ان سفير السعودية في ملف استضافة كأس العالم هيكون كريستانو رونالدو بنفسه يعني الماركتينج كونسلتنت المستشاري التسويقي للملف هو كريستانو رونالدو اخيرا وليس اخيرا في قائمة بتصدرها سبورتس برو لأكثر الرياضيين قابلية زي ما هنشوف دلوقتي قابلية للتسويق في العام للعام 2022 هنشوف القائمة فيها العديد من عظام وكبار النجوم الرياضيين على القائمة وعلى الرقم واحد بيتصدر القائمة قائمة اعظم او اكثر اللعيبة الرياضيين قابلية لتسويق كريستانو رونالدو متفوق كان على مين على السيرينيا وليمز احنا نتكلم جماعة في اسطورة القائمة دي ضمت خمسين رياضي رياضي ورياضية نتكلم ان واحد زي كريستانو رونالدو هو اللي حيكون الامج هو اللي حيتصدر هو اللي حيكون حيحمل على عاطقه انه هو يسوق للملف بتاع السعودية في تنظيم كأس العالم 2030 اللعبة الحلوة بنقول عليها حلو والصراحة اخواتنا في السعودية يعني لعبوا لعبة حلوة فانا بقول شابو للسعوديين طيب عايزين نستعرض جانب آخر بقى من صفقة القرن لانضمام كريستانو رونالدو لفريق النصر السعودي بينضم الينا عبر الهاتف الأستاذ أدهم الشرقوي الصحفي المصري في السعودية أستاذ أدهم يا صباح الفل وسنة سعيد عليك يا رب وعلى كل حبيبك صباح الخير عليك أستاذ رجائي أهلا بك وأهلا بكل مشاهدي القناة الأولى المصري طبعا انت بتشهد دلوقتي في السعودية يعني حالة من الحراك كده لاستقبال النجم بالسأل يعني منذ قليل تم الإعلان عن آآ وصول كريستانو رونالدو إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض آآ اليوم خلاص رقى الاثنين إن شاء الله الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية العشرة بتوقيت مصر عبر طائرة خاصة ستضم عائلته وعدد من المتشاري القانونيين والماليين وفيما قررت إدارة نادي النصر بنئاسة مسل المعمر الرئيس النادي على منع الاستقبال الجماهيري للنجمة البرتغالي في المصار سيكون استقبال تاريخي في تاريخ المملكة العربية السعودية بالفعل لكن سيكون هناك استقبال خاص لللاعب في ملعب مرسول بارك الخاص بنادي النصر يوم السلساء في احتفالية خاصة لتقديم اللعب يوم السلساء في ملعب مرسول بارك كما ستتم تقديم اللعب أيضا في مباراة النصر والطائي الخميس المقبل بين شوطي المباراة في احتفالية أخرى في استاد مرسول طب ده خبر مهم يا أستاذ عدم علش أنا آسف دلوقتي يوم الخميس هو مش هيلعب مطش نصر والطائي صح كده هو هيتم فقط تقديمه ما بين الشوطين للجماهير بالفعل أول لقاء سيلعب فيه كريستيان ونرنالدو سيكون لقاء النصر أمام الاتفاق في الحادي والعشرين من شهر يناير الجاري في استاد الأمير فصل بن فهد ده تصريح مهم 21 يناير أول مطش أول ظهور لكريستيان ورنالدو بتشرت نادي النصر السعودي المباراة ما بين النصر وما بين الاتفاق نصر والاتفاق سيكون في رياض على استاد الأمير فصل بن فهد بالملذ اليوم أيضا تم نفاذ جميع القمسان الخاصة بكريستيان من جميع متاجر النصر الرسمية في مختلف مناطق المملكة باع متجر النصر الرسمي 500 ألف قميس يحمل الرقم 7 بكمل قميس 122 دولار 459 ريال سعودي وتقدم فقط نسخة أصلية من القميس دون أي نسخة خاصة بالجمهور عشانا سازم بس زملاء في الستوديو يحسبوا دخل لإدارة نادي النصر كم الفلوس طبعا نحن عارفين طبعا الفلوس دين ما تخش للنادي يعتقل نسبة تقريبا لا المقدر خاص بنادي النصر يعني كمان كل الأرباح رايحة ما شاء الله بالفعل نادي النصر بيستهدف بيع 2 مليون قميس من كنفار كريستيان ونالدو وبالتالي سيدخل ميزانية النادي حوالي 65 مليون دولار من بيع قميس كريستيان ونالدو فقط وبالتالي ستكون التالت ما سيحصل عليه كريستيان ونالدو في العام الأول وهو 166 مليون يورو سنويا في عقد سيمتد لعامين ونصر طيب هذلك قلت أن في استقبال ما بين الشوطين أو الإعلان عن تقديم كريستيان رونالدو بشكل رسمي ما بين شوطين الشوطي المباراة حتى تجمع ما بين النصر وما بين الطائي هل في مراسم لإعلان هل في مراسم للاستقبال أو لأول ظهور بقى لدون كريستيان رونالدو على أرضية الملعب ووسط الجماهير الجماهير النصر السعودي الفعل يعني الظهور الأول سيكون يوم السلساء لتقديم كريستيان رونالدو بحضور الجماهير يوم سيكون في الجماهير مفتوح للجماهير مش فقط للصحفيين مفتوح للجماهير القادم في ملعب مرسول بارك بجماعة الملك سعودي الرياض وكذلك بين شوطي لقاء النصر والطائي اليوم كان ازدحام شديد على المواقع الإلكترونية وكذلك منافس بيع التذاكر في نادي النصر للحصول على تذاكر مباريات النصر المقبلة بداية من لقاء الطائي والحقيقة حتى إدارة من النصر رفعت سعر عدد من التذاكر الخاصة في اللقاءات المقبلة نظرا لزيادة الجماهيرية جدا في شراء التذاكر كذلك هناك لقاء سيجمع بين كيرستيان وليون الميسي في الرياض يوم 19 يناير القادم لقاء سيجمع بين نجوم الهلال والنصر ضد باريس تانجرمان في أحد فعاليات نوسم الرياض والخاصة بهيئة الترفيه في السعودية في لقاء جماهيري وأيضا هناك لقاء بين رونالدو وميسي فاتقبلان لكن هذه المرة ستكون في الرياض صفقة كيرستيان ورونالدو لم تكون الصفقة الأخيرة كما أعلن سمو وزير الرياض السعودي الأمير عبد العزيز فيها مهمات كده بتقول أن يتوقع أن يكون سيرجو رامو أعتقد ميسي تقريبا أعتقد أن سيرجو رامو سيكون لعبا نصراويا أيضا في الصيف المقبل بعد نهاية عرضه مع بريس سانجرمان نادي الهلال بعد انتهاء فترة إيقافه الحالية سيتقدم عرضا رسميا في الصيف ليون الميسي ليحتم الأسطورة الميسي حياته الرياضية في السعودية كذلك نادي النصر قدم عرضا رسميا لنجولو كانتي نجمي نادي الشلسي المصاب حاليا لدعم وصف الملعب وكذلك أيضا مدرج سيكون صراعا نصراويا اتحاديا في الصيف القادم بإذن الله وبالتالي الدوري السعودي سيكون دوري النجوم على غرار الدوري الأمريكي في السنوات الماضية وكذلك الدوري الصيني كذلك هناك خبر جيد بالنسبة لكريستيان ونالدو بالنسبة للجمهور المصري وأن كريستيان بعد نهاية عقله مع نادي المصر سيكون سفيرا للملف المصري السعودي اليوناني المشترك لتنظيم كأس العالم في نسخة 2030 نشكر شكرا جزيلا أدم الشرقاوي صحفة مصر في السعودية نعزل لكم على حاجة ناس بتفكر بهذا الأسلوب وهذا المنطق وهذا التخطيط أنا أعتقد أنه الأمر لن يكون محدودا أو محصورا بأنه بعد انتهاء عقده في 2025 مع نادي نصر السعودي أنه فقط سيكون متفرغا لتمثيل أو أنه يكون سفير للملف السعودية لتنظيم كأس العالم تماما ما أعتقدش أنه فقط حينحصل دوره في هذا أنا أعتقد ه بشكل كبير جدا والآن ممكن تثبت أن كريستيانو رونالدو ممكن يكون السبب في إحداث نهضة كروية في المملكة العربية السعودية تشهدها في السنوات القليلة القادمة هلأ يا تحيال زي ما قلنا شابوه للناس كل الناس اللي هم كان ليهم باع وضلع في موضوع تعاقد مع كريستيانو رونالدو خلينا نروح لأخبارنا المحلية المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بتبدأ تطبيق قائمة المحذورات للعام 2023 خبر مهم جدا المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات النادو بدأت بتطبيق قائمة المحذورات للعام الجديد 2003 بداية من النهار الأحد الموافق 1 يناير 2023 المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أرسلت كانت أرسلت في وقت سابق خطبات رسمية للاتحادات الرياضية المصرية بتضمن اختار بالقائمة الدولية للمواد اللي ليها علاقة بالمواد المحذورة اللي يحذر على الرياضين اللي هما يتناولوا عشان الأطباء يتعاملوا معها في الأندية ويكون في توعية من قبل الاتحادات اللي ممكن يسبب مشاكل بالنسبة للرياضيين ويتم منعهم علشان ده يعتبر من المنشطات قائمة المنشطات المحذورة يدرك فيها في هذه القائمة العديد بقى من المواد الجديدة اللي حيتم ادرجها زي ما قلنا من النهاردة الأحد 2023 أكيد طبعا الخبر سيكون مهم للعيبة للإداريين للمدربين أكيد طبعا للأطباء وليهم علاقة بديرة التعامل مع الرياضين كنا شفنا أزمة كبيرة جدا حصلت في التحاد اللعبة الخاص برفع الأثقال كان تم منع لعيبة من المنتخب المصري الرفع الأثقال في سابقا علشان اكتشفوا أنهم كانوا بياخدوا منشطات هم مش عارفين دين كانت منشطات على أي حال عايزين نلقي الضوء على الخبر ده خبر مهم جدا نلقي الضوء عليه تنضم إلينا الدكتورة هانم أمير المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات دكتورة هانم يا صباح الخيرات سنة سعيدة عليك يا رب سنة سعيدة على حضرتك وعلى جميع المشاهدين طيب الخبر ده مهم جدا عايزين زي ما قلنا بداية من النهاردة 1 يناير بيتم تطبيق قائمة المحذورات لعام 2023 عايزين نعرف تفاصيل أكتر من حضرتك عن هذه القائمة والمواد المحذورة في الحقيقة قائمة المواد والوسائل المحذورة هي عبارة عن معيار دولي الوكالة الدولية بتطبقوا بتبعث القائمة دي كل سنة بتتجدد كل سنة وبتبعتها لنا احنا في بداية شهر عشرة بداية أكتوبر بعد اجتماع المكتب التنفيذي للوكالة الدولية في شهر ستمبر من كل عام احنا في شهر عشرة لما بتوصلنا بنبعثها لجميع الاتحادات لازم نستمن انها وصلت لجميع الاتحادات وجميع الرياضات على مستوى مصر وبنقول لهم فيها لو فيه اي جديد حصل لانه هي طبعا زي ما قلت الحضرتك بتجدد سنويا بيبقى اللاب مسئول مسئولية كاملة عن نفسه من خلال المدربين والدكاترة وطبعا هو الدكاترة اكتر ناس المفروض بتتعامل مع اللاب بتبقى هي مسئولة عن تطبيق قائمة المحصورات تمام طيب دكتورة يعني البعض بيتساهل في الموضوع بتاع الخاص بالمكملات الغذائية تحديدا عايزين نعرف المكملات الغذائية دين هل بتحتوي على مواد المواد دين تم حضرها في القائمة الجديدة اللي حيتم تطبيقها النهاردة في الحقيقة المواد القائمة بتاعة المحصورات اما بتحتوي بتحتوي على الاسم العلمي اللي موجود في اي دوا او اي منتج او اي مكمل الاسم العلمي الاسم العلمي ايو بتحط اسم المكمل الغذائي مشكلتنا احنا كناس كم مسؤولين عن مكافحة المناسطات مع المكملات الغذائية انها بتكون المنتج نفسه مش مذكور اسم المادة المحظورة على العبوة من برا فاحنا دايما بنحذر بنقول قبل ما تستخدم اي حاجة تأكد من مصدرها دي رقم واحد قبل ما تستخدم اي أدوية لازم ترجع لحد مسؤول الطبيب بتاعك لازم تعرفه ان انت رياضي وتبقى يريد تكون معاك قائمة المحظورات علشان توريها للطبيب لو هو مش بيشتغل في مجال الرياضة فيريد تلجأوا لينا او دا اتعاون معاكو كمنظمة مصرية لمكافحة المنشطات علشان نقولكو الدواء ده امن ممكن تستخدمه المتخصص اللي منجود في الاتحاد هو اكيد عنده هذه القائمة عنده المواد المحظورة سواء بقى كانت يعني منجودة او دخلة في اي من التركيبات سواء دوائية او مكملات غزائية دي حقيقة بس بيبقى هي قائمة المحظورات المشكلة اللي فيها ان دايما بيقول على سبيل المثال وليس الحصر يعني بيقول مثلا الهرمونات المدرات البول فبيقول القسم نفسه ولكن اما بيجي اندي امثلة بيذكر على سبيل المثال وليس الحصر كذا كذا يعني لأسماء نفسها يعني هنا فيه ديفياشن او فيه يعني نسبة من نسبة الخطأ يعني اللي هو القوالان انا تفسيري كذا وانت تفسيرك كذا فاندم يعني فيه نسبة فيه نسبة كده ان انا تفسيري ليه المواد انا المواد دا المش مكتوبة فانا عشان كده اخدتها لا اللاعب مسؤول عن اي مادة تدخل جسمه وهو كاتب في قائمة المحظورات واي مادة اي تاني مادة تانية ليها نفس التركيب الكيميائي فعلى كده احنا دايما بنقول ان الاطباء لازم يبقوا مذكرين قائمة المحظورات كويس مش معنى ان طبيب هيبقى عارف التركيب الكيميائي في نفس الوقت القائمة بتاعت السنائد بتاعت الفين تلاتة وعشرين ذكرت اكتر بعض الوسائل المواد اللي ما كانتش مذكورة قبل كده زي مادة سمهر اكتوبة مين اللي احنا دايما كنت منقول في عينات ايجابية كثيرة هنا في مصر نتيجة تواجدها في اللحوم او في الكبدة فالسنازل كانت قبل كده اللاعب بيتحاسب عليها وبيتطلع العينة بتاعته ايجابي وبيتوقف السنازل ذكروها بالاسم في قائمة المحظورات ولكن قبل كده كانوا بيعتمدوا على انها لها نفس التركيب الكيميائي بتاعت مواد تانية طب انا ايسف ما عليش يا دكتور يعني يعني اللاعب اكيد بتاكل لحمة بتاكل كبدة والمواد دي موجودة في الاتنين لا انا عايز اقول لها لك علشان برضو الناس ما تقولش بقى احنا ما ناكلش كبدة ما ناكلش لحمة هي الفكرة انها بتبقى المادة دي بالذات احنا عندنا هنا في مصر في يعني او في حدود مش مسموح بان الهرمونات تبقى بالهربانة بمعنى ان احنا عندنا اللحمة والكبدة مضيفة يعني ومديسمحش باستخدامها هنا في مصر المشكلة لما بيكون في حاجة مستوردة من بره لكن احنا هنا في مصر عندنا ما فيش اي مشكلة يعني المشكلة في الدول اللي بتسمح بحقن المواد دي يعني في المكسيك مثلا في امريكا بيسمحوا بحقن المواد دي احنا هنا في مصر ما بنسمحش بيها طيب طيب في باريس 2024 ايه اهم النصائح اللي حددك ممكن تنصحيها لابطالنا علشان يتجنبوا الوقوع في المحزور رقم واحد ان كل لعب قبل ما يستخدم اي حاجة او لو تعبان وهيروح لطبيب لازم يعرفوا انه هو رياضي الرشاة اللي هي هتتكتاب له لازم يراجع المواد اللي فيها زكانت الادوية اللي فيها زكانت فيها مواد محزورة لا او ده بيبقى عن طريق الدكتور او الطبيب بتاع الفيرقة بتاعته او عن طريق ان احنا هنا في المنظمة واحنا على طول في اللعبة كثير بيتواصلوا معنا قبل ما بيستخدموا الحاجة ثالث حاجة لازم كل اللعب يتوقع انه ممكن يتم ليه تحليل في اي وقت واي مكان بدون سابق انذار لان احنا بتبقى الخطة بتاعتنا السنة دي هي كل سنة ولكن قبل دايما الألعاب الأولمبية بيبقى فيه تكسيف بحاجتين بيبقى فيه بنكسب فيه المحاضرات التوعوية والتعليمية وفي نفس الوقت بنكسب فيه عدد العينات اللي احنا بناخدها لان ده برنامج للتستنج الوكالة الدولية لازم والاتحادات الدولية لازم تطلبه مننا في كل اللعب يتوقع انه ممكن يتم ليه تحليل في اي وقت واي مكان بدون سابق انذار سواء كان من المنظمة احنا عندنا او من الاتحادات الدولية من بره طيب برضو يعني سؤال في نفس الاطار دولنا دكتورة احيانا لو انا مثلا انا رياضي ويتعبت ورحت خدت اي دولة هل المواد دي قد تكون منجودة ضمن اي من الادوية اللي احنا بناخدها عادي ده وقحها انفلونزا واتبر دي في حقيقة وفعلا في حالات كتير جدا وفي الحالة دي احنا بنسمح له بانه يستخدم الدواء ده ولكن بنعمله حاجة اسمها او شهادة عذر مرضي بيكون لعب مريض ومضطر لانه هو يستخدم دواء في مادة محظورة بساعتها بيتعاون يعني بيبعت لنا في المنظمة تبقى للمعيار الدولي لإستخراك شهادة العذر المرضي فاحنا بنمنحه شهادة تسمح له باستخدام الدواء ده بحيث لو اتخذت منه عينة وطلعت العينة ايجابية للمادة دي مش بيتعطط احنا متعودين كمصريين ان احنا لما بنسخن ولا يعني عندنا تكسير في شوية ولا اي حاجة بنروح على طول الصيدلية ما عندناش ثقافة ان احنا نروح للدكتور كده حالك بتقولي ان كل الرياضيين اللي حتى لو تعب حبة يعني برد مايروحش للصيدلية يروح للدكتور ويجيب الرشدة ويقدمها كدليل او كإثبات انه لا قدر الله ان المادة دي انه هو دواء اللي هو بيتعطاه لو كان فيه هذه المادة فهو عنده بروف انه معيان بالعاية ده او مريض بالمرض ده وبياخد الدواء علشان العلاج انا فهم صح اه لا هو انا هو يعني نسبة كبيرة من كلام خضرتك صح اخوان واحد لو هو تعبان لا مش مايروحش للصيدالي طالما هو رياضي يبقى لازم يروح لدكتور متخصص مايروحش لأي حد يجيله اي علاج دي حاجة مهمة جدا مهمة جدا للرياضين عشان دي ثقافة مش بس في الرياضين في مصر عموما يعني صح الكلام حالك مضبوط الثاني حاجة اللي انا عايزة اوضحها بقى الرشدة اللي معاه دي مش دليل على انه او تسمح له انه يستخدم الدواء ده لا الرشدة اللي معاه دي بالتقرير طبي من عند الدكتور بيسمح لنا احنا نديله شهادة هي دي الدليل اللي معاه او يعني مش رشدة مش اي واحد هيجيلنا لانه ممكن اي واحد معلش يعني تطلع لنا بتاعته ايجابي ويعرف دكتور يجيب لنا رشدة ويجيب لنا كنشتعبين لكن في الحالة دي احنا الرشدة دي بتتبعت لنا ويبقى فيه بروسيدور او خطوات معينة بنعملها معاه بسرعة بنمنح له الشهادة اللي بتسمح له باستخدام الادوية اللي جواه رشدة طيب خيرا دكتور طمينينا على ملف رفع الاثقال بعد انتهاء ازمة الايقاف بالنسبة اللي دوري في الايقاف اللي حصل في لعبة رفع الاثقال عشان كان فيه ناس كانت لعيبة كانت بتاخد منشطات وهمش عارفة ان هي منشطات فحصل الايقاف انا عارف ان حدا كان ليك دور مهم جدا في الموضوع ده طمينينا ايه اخر الاخبار في الحقيقة القائمين على اللعبة في الاتحاد المصري الرفع الاثقال مجتهدين جدا وبيحاولوا ان هما يمشوا على التراك المظبوط ان هما بيتعاونوا دايما احنا بنتعاون مع بعض في ان احنا بيمهدولنا دايما او بيدونا فرصة عشان نعمل برامج توعوية وتعليمية ونقعد مع اللاعبين ونفهمهم ايه المسئوليات اللي عليهم ايه واجباتهم تاني حاجة بيبعتولنا دايما المعسكرات بتاعتهم فين الاماكن تواجدهم فين او البطولات بتاعتهم علشان يسمحولنا ان احنا نحلل لهم وده بينجيهم شوية من ان الاتحاد الدولي لو هما هتحلل لهم وطلع عينات ايجابية تابعة للاتحاد الدولي بيبقى لها عدد معين بعدها الاتحاد ممكن يتوقف فوزارة الشباب والرياضة ومعالي الوزير وزير الرياضة دكتور أشرف صبحي بيولي الملف ده اهتمام خاص وبيتواصل دايما مع الاتحاد المصري رفع الأسقال الاتحاد بيتواصل معنا لان الاتحاد الدولي واللجنة المستقلة اللي هي مسؤولة عن العقوبات بتاعت الاتحادات رفع الأسقال قالت لهم لازم تعملوا برنامج تعليمي وتوعوي على مدار سنتين جايين وإحنا نصقنا ده مع الاتحاد المصري هنا وبدأنا في القطوات دي ومشيين كويس معهم الحمد لله طيب دكتور هنم أعتقد أنتو هتبدأوا بقى في الدوري المصري كرة القدم أنتو هتتوجد ده علشان تعملوا صحب للعينات عشان تكشفوا عن المنشطات ده هيبدأ إنت إن شاء الله إفراد إحنا مش هنبدأ إحنا قريدي شغالين يعني إحنا شغالين في صحب العينات من الدوري المصري ولكرة القدم ما بنتوقفش فالس إحنا شغالين فعلا حاليا بس إحنا مش بناء لن عشان نقول أنا رايحة مطشي كذا لأن إحنا زي ما بقول لحضرتك إحنا بنتواجد بصورة مفاجأة بصورة دورية عينت عشوائي بصورة قام يعني بنتواجد لكن ما بنقولش مثلا إحنا رايحين المطشي بكرة أو إحنا يا جماعة جاي لكم النهاردة لكن إحنا متواجزين قريدي مش لسه هنبدأ فبرنامج مكافحة المنشطات والتحاليل مستمرة وهتستمر إن شاء الله لأن أنا عايز أقول باش معلومة برضو إن إحنا الرياضة في مصر هنا دلوقتي الحاجة اسمها تير وان أو ليفل وان النادو المصري في تير وان اللي هو ليفل وان يعني مستوى الرياضة في مصر هنا عالي ومستوى الكشف عن المنشطات أو مكافحة المنشطات عالي فدولتين بس لا أنا ما فهمتش معلش يعني إحنا عندنا ين في الدور مصري ليل وان ليل وان في اي ليل وان في السبورت نفسها الرياضة الرياضة إن إحنا هنا الناس الرياضيين بتوعنا بيفوزوا بمدليات أولمبية ومدليات في البطولات للعالم آه ذي البطولات ليه علاقة بي ألعاب الفردية أو الأولمبية صح كده كله كله سواء كانت ألعاب جامعية أو ألعاب فردية فإحنا هنا الرياضة عندنا في مصر بقت في تير وان. آآ تاني حاجة برنامج مكافحة المنصطات برنامج فعال وقوي. فبيسمح ان الرياضة زيته بقى رياضة نظيفة خالية من المنصطات. آآ في عينات ايجابية آآ طبعا في عينات ايجابية لان كل لما كان البرنامج بتاع مكافحة المنصطات قوي وبيتم بطريقة فعالة فلازم طبعا نكتشف آآ يكون فيه حالات ايجابية. ولكن الوكالة الدولية لمكافحة المنصطات لما بتقيم ده لقيت ان احنا في تير وان. اللي في تير وان او ليفل وان اللي هي مصر وجنوب افريقيا. مصر وجنوب افريقيا في تير وان او ليفل وان في اكثر اللاعبين تعاطيا للمنصطات. في اه في النايد المصري بتاعنا في ليفل وان بمعنى ان احنا عندنا برنامج مكافحة منصطات قوي وفعال. آآ لا انا بتكلم على اللاعبية هل في نسبة نسبة كبيرة من اللاعب بتتناوء او بتتعاطي منصطات. سواء يعرف او ما يعرفوش. كلمة تير وان او ليفل وان مش معناها ان عدد عينات كبير لا بالعكل معناها اننا عندنا برنامج مكافحة mon差ات قوي بالنسبة لبقية الدول ولكن نحن لدينا برنامج مكافحة mon差ات قوي علشان كده احنا في level one مش level one اننا عندنا مكافحة mon差ات كثيرة لا بالعكل طب داك وعيث اننا لم نكن لدينا عينات من差ات كثيرة اننا لدينا برنامج مكافحة mon差ات قوي طيب عايز ا нам اسأل سؤال وعايز اختم بالسؤال دول يعني بعد اذن حضرتك الترامدول هل حيدخل ضمن قائمة المحظورات في المنشطات أنا نمى إلى علمي وأنا بالنسبة لي مثار استغراب شديد جدا أنه فيه لعيبة بتاخد ترامدول أنا معرفش معلومة صحة ولا غلط على أي حال أنا معرفش معلومة مش متأكد من مصدر المعلومة بس هل حيتم إدراج الترامدول في قائمة المحظورات كمنشط دي حقيقة اجتماع اللجنة التنفيذية ولجنة الخبراء بتاع قائمة المحظورات في 23 سبتمبر 2022 أقرت أن هي هتدخل عقار الترامدول من أول 1 يناير 2024 بتجي السنة دي اللي هي 2023 لأن هي طبعا القائمة بتصدر في آخر السنة وتدخل حيث تنفيذ في بداية السنة اللي وراها فثابت الفترة بتاعة 2023 علشان خاطر جميع الرياضات وجميع الليابين اللي متعودين أن هم يستخدموا ترامدول أن هم يوقفوا استعمالوا لأن بعد كده من 1 جناير 2024 ما فيش أي تهاون هيحصل في أي عينة هيتلاقى فيها ترامدول ده طبقا لإيه؟ ترامدول قبل كده كان في حاجة اسمها برنامج تحت الرصد بمعنى أن أي عينة على مستوى العالم بتتحلل في المعامل بتاعة مكافحة المنشطات لقوا أن نسبة الترامدول بتبقى كبيرة ولكن ما كانش جوه القايمة فمشاقدروا يحاسبوا اللاعب أنا آسف يعني فيه لعيبة تاخد ترامدول فعلا يعني أنا بسمع أن فيه كتير بياخدوا ترامدول لكن ما ينفعش كنا نقول لنا إيجابي لأن إحنا مش موجود في قائمة المحزورات يعني هو لا أنا بكلم طبعا يعني لعيبة بياخد ترامدول حتى أصلا الجملة مش عايزة تمشي لا لا أنا بقول لحضرتك أنا بسمع ده ما نقدرش بقول بياخد ولا لا للا ما نعمله تحليل ونلاقي فيه ترامدول تمام زي ما حضرتك سامع أن فيه لعيبة كتيرة بتستعمل ترامدول أنا بسمع ولكن لما بناخد العينة التحليل بيتم تبقى لقائمة المحزورات القائمة بتاعتها 2022 أو 2023 لسه ما فيهاش الترامدول فالمعمل مش بيدور على الترامدول تمام فما نقدرش نجزم بأن اللاعبين كلهم بيش تخدموا أكيد أكيد لكن من 1 جناير أي عينة هتتاخد هيدوروا فيها على الترامدول وفاعتها مش هيبقى فيه تهاون هيبقى فيه إيقاف على طول ده طبعا رسالة للعيبة اللي بتاخد ترامدول فياريت يعرفوا أن بدءا من 1-1-2024 إذا سمحتوا بتاخدوش ترامدول أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور هانم أمير 1-1 جناير مفروض من آخر 23 لأنه ممكن يكون بيستعملوا في آخر السنة ويجي ناخد منه العينة في 1-1 جناير نلاقيها إيجابي فهو مش مسموح له أنه هو يستعمل يعني يعود نفسه ما يستخدموش من دلوقت تمام أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور هانم أمير المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات طيب إحنا عايزي بقى نتكلم على حاجة الجماهير في مصر سواء جماهير النادي الأهلي أو جماهير نادي الزمالك بتتكلم في حاجة واحدة الحاجة الوحيدة بتشغل الأذهان دلوقتي مصار الكلام والحديث هي الميركاتو الشتوي بالنسبة لنادي الأهلي وبالنسبة لنادي الزمالك خلينا نبدأ بالنادي الأهلي إزاي بفكر في الانتقالات الشتوية بتاعته لو بنتكلم من منظور جماهير النادي الأهلي حي يعني تقريبا بيقولوا أنه هو أن النادي الأهلي كان الميركاتو الصيفي موسم الانتقالات الصيفية لم يكن يعني بي على الشكل المأمول على المستوى المأمول بالنسبة لجماهير النادي الأهلي نحن عارفين أن نادي الأهلي استقدم ثلاث لعيبة دعم بيهم صفوفه في موسم الانتقالات الصيفية والأداء بتاعهم يعني مثلا زي ما تابعنا التصريح بتاع كولر المدير الفني اللي نادي الأهلي أنه هو مش مبسوط من ولا مهاجم عنده في السكواد بتاع نادي الأهلي على إيات حال طيب إحنا برضو الأقويل بتقول أو التحليلات بتقول أن النادي الأهلي محتاج أنه هو مهاجم صريح سترايكر صريح محتاج يدعم صفوفه في الوينج اليمين والوينج الشمال ويمحتاج كمان يدعم صفوفه بعد إصابة أكرم توفيق في الظهير الأيمن ويمحتاج حد يلعب رقم ستة أو رقم تمانية اللي احنا هنستعرضه معاكم دلوقتي إيه الحاجات اللي هما اللعيبة اللي مفروض خلاص قاب قوسيني أو أدنى أنه هما ينضموا إلى النادي الأهلي في المركات الشتوي في لعبة كتيرة في لسه قائمة كتيرة بس احنا هنستعرض معاكم أبرز اللعيبة اللي هما زي ما قلنا كده قاب قوسيني أو أدنى أنهما يلتحقوا به النادي الأهلي نبدأهم به التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب النجمة الساحلة وأول صفقات في النادي الأهلي بعدما وقع فعلا اللاعب للقلعة الحمراء متوقع أنه يصل إلى مصر خلال ساعة طوية حيتم الإعلان عن هذه الصفقة بشكل رسمي تقريبا تقريبا يوم التلاتة النادي الأهلي حيعلن عن هذه الصفقة الضاوي محمد الضاوي الملقب بكريستو لعيب تحت السن لعيب صغير لعيب مهاري بيلعب التركيز بتاعه في الوينج وينجر يمين لعيب الوانت وان بتاعه قوي جدا لعيب عنده شخصية فخلينا نشوف وجوده في النادي الأهلي هل فعلا هيحقق إضافة لنادي الأهلي تاني لعيب تاريما برضو قابق أو أدنى أنه يلتحق بالنادي الأهلي خلال الأيام الماضية شوفنا النادي الأهلي زي كسف مفاوضاته مع نادي سموه علشان يضم خالد عبد الفتاح خالد عبد الفتاح ظهير أيمن للفريق هيلعب أكيد طبعا هنعرفين النادي الأهلي الشهر اللي جاي عنده كأس العالم للأندي عايز أكيد أنه يعوض غياب أكرم توفيق محمد هاني يعني ماعتقدش أنه هو أو خلينا نقول أنه هو عايزين نجد لعب آخر يلعب بجنب محمد هاني علشان يدعم الصفوف اللعيب مين هو خالد عبد الفتاح ظهير أيمن الفريق زي ما قلنا المفاوضات وصلت له مراحل متقدمة بين الادارتين الادارة النادي الأهلي وادارة نادي سموه لم يتبقى إلا رتوش صغيرة علشان إنهاء الصفقة بشكل رسمي ده تاني لعيب أو تاني صفقة في المركاتو الشتوي تالت حاجة تالت لعيب تالت صفقة النادي الأهلي بيضغط علشان يعني ياخد خدمات يستفيد من خدمات مروان عطية لاعب وسط الاتحاد السكندري على فكرة مروان بيلعب رقم ستة ورقم تمانية ومش بس على فكرة النادي الأهلي اللي هو بيضغط علشان يحصل على خدمات لاعب لاعب مروان عطية لاعب وسط النادي الاتحاد السكندري كمان نادي الزمالك دخل في خط المفاوضات مع اللاعب مروان لعب صغير في السن بس هي المشكلة على فكرة مش في مروان المشكلة في الاتحاد السكندري السكندري مش عايز يفرط في أي لعب عايز يحتفظ بي السكواء بتاعه لغاية نهاية الموسندول التلات لعيبة المفاوضات ما بينهم وما بين النادي الأهلي دخلت لمراحل متقدمة بسيثناء طبعا صفقة مروان عطية زي ما قلنا أن التحاد السكندري هو اللي شوية مش عايز يفرط فيه اللعيبة بتاعته لغاية آخر الموسم ده بالنسبة للعيبة اللي مفروض يعني المفاوضات بتاعتهم أو تم الإعلان بشكل رسمي عن أن في مفاوضات سواء خلصت المفاوضات انتهت المفاوضات تم التوقيع أو لسه فيه نوجوشيشن لسه فيه مفاوضات مفاوضات رايحة الجاي طيب بالنسبة للعيبة اللي هي متوقع أن هي تمشي أو تغادر السكوات قبل بنتكلم في ذه نتكلم عن أن فيه كمان فيه مهاجم برازيلي يقال أن هو فيه كلام مع مهاجم برازيلي ومهاجم من أفريقيا حيتم التعاقد مع حدهما هم بلعبوا في مركز السترايكر الصريح المهاجم الصريح بس مارسل كولر زي ما احنا عارفين مدير الفني لنادي الأهلي زي ما احنا عارفين نوة ما بيحبش يتفرج على فيديوهات هو لسه عايز ياخد وقت علشان يحسم الموقف بتاعه من ضم أحد اللعيبة دول زي ما قلنا هو واحد من البرازيل والتاني من أفريقيا طيب ده بالنسبة للمركاتو الشتوي الناس المفروضة ستنتقل لنادي الأهلي أبرز المغادرون عن النادي الأهلي أعتقد السلاسي حسام حسن زياد طارق محمد محمود بالإضافة طبعا لحمز علاء اللاعب الشاب هم الأقرب للخروج خلال فترة الإعارة أو الانتقالات الشتوية مارسل كولر يعني تقريبا ما فيش اقتناع بنسبة كبيرة من السمرارهم طيب هل هم فقط التلات لعيبة دول بالإضافة لحارس المرمى اللي حيغدروا الاسكواد بتاع نادي الأهلي لا فيه أعتقد تقريبا فيه لعيبين كمان اتنين لعيبة كمان تقريبا حيتم فيه تفكير داخل نادي الأهلي إنه يتم الاستغناء عنهم صمام بقى بالإعارة أو بالبيع لسه ده هنعرفه لحق طيب ده بالنسبة لموسم الانتقالات الشتوية وده اللي كان مثار يعني اللي كان ترند فيه مبين طبعا أوساط جماهير النادي الأهلي خلينا نروح بقى لنادي الزمالك برضو بنتكلم على المركاتو الشتوي لنادي الزمالك أهدى شوية المركاتو الشتوي في نادي الزمالك أهدى شوية بشكل عام نادي الزمالك هو الحاجة الوحيد أو الخط الوحيد اللي محتاج أنه يدعم في خطوطه هو خط الدفاع بعد طبعا إصابة الوينش محمود الوينش نتمنى له طبعا السلامة هو مش هيكون منجود مع نادي الزمالك لغاية آخر الموسم طبعا للعلاج دي أو الخط ده خط الدفاع هو ترين أبرز خطوط الزمالك محتاج أنه يدعم فيها لعيبة الباقي لعيبة الباقي اللي هو بيتكلم معاهم أو اللي هما فيه مفاوضات ما بينهم وبين نادي الزمالك هو بيحاول أنه هو يشوف لعيبة بمواصفات عالية بقيمة عالية بكواليتي عالية بجودة عالية بس مش عايز يدفع فلوس كتير أو الفلوس ما تكلفش خزينة نادي الزمالك كتير طيب إيه هي اللعيبة؟ اللعيبة إحنا عندنا بيدرس نادي الزمالك إنه هو يرجع المدافع بتاعه محمود شبانة واللي تم عرضه لنادي سموح علشان يدعم الخط الدفاعي للفريق زي ما قلنا في ظل طبعا غياب الطويل لمحمود حمدي الوينش اللي أجرع عملية جراحية في أوطار العضلة الخلفية في الفترة الماضية ده أول حد نادي الزمالك بيحاول بيدرس إنه هو يتعاقد معاه علشان يعوض النقص في خط الدفاع بتاعه تاني حاجة نادي الزمالك كمان بيفكر إنه هو يتعاقد مع ثلاث لعيبة تحت السن في مراكز المهاجم والجناح والوسط المدافع بس زي ما قلنا إنه إحنا القيمة المالية هي اللي حيكون فيها اللي عليها المعاول بمعنى إنه هو عايز يضم الثلاثة ده عايز يضم لعيبة الكوالاتي بتاعها عالي بس نظر أنه ظروف نادي المالية مش عايز يكون فيه ضغط على خزينة القلعة البيضاء ثالث حاجة فيه ما له وصله بيه المركاتو الشتوي لنادي الزمالك قدرت الكرة في نادي الزمالك عايزة تتعاقد مع مهاجم أفريقي مهاجم أفريقي زي ما قلنا قوي عنده خبرات في اللعب في البطولات الأفريقية تاني الشرط الوحيد علشان اتمام الصفقة دي إنه هو ينجح إنه هو يلاقي يعمل المعدلة لعيب كويس لعيب الكوالاتي بتاعه كويس جدا بس هو مش عايز يعمل أو المشكلة تحت منه يوفر قيمة الصفقة دي اللعيب وحيكون لعيب من أفريقيا طيب رابع حاجة نادي الزمالك دخل فيه مفاوضات مع السنائي ناصر منسي مهاجم البنك الأهلي والفلسطيني محمود ويادي عشان يتعاقد مع واحد فيهم إحنا طبعا عارفين إن أي لعب فلسطيني بيتعامل هنا في مصر كمصري ومش أجنبي أي لعب فلسطيني هنا بيتعامل كأنه مصري مش أجنبي ده طبعا وفقا لأحد اتحاد الكورة وفي المسابقات فهو بيحاول أنه يدخل فيه مفاوضات مع السنائي ناصر منسي مهاجم البنك الأهلي والفلسطيني محمود ويادي عشان يتعاقد مع أحدهما بنتكلم كمان على مروان عطية لعب خط وسط نادي الاتحاد السكندري إحنا كنا قلنا عليه قبل كده أن النادي الأهلي فعلا بيحاول أنه يدخل على خط المفاوضات معه مع لعيب مروان عطية عشان يستفيد من خدماته في الفترة القادمة في المركات الشتوي برضو نفس الشيء الزمالك بيدخل على نفس خط المفاوضات عايز يضمه لصفوفه في المركات الشتوي بس الفرق بقى هنا ما بين الأهلي وما بين الزمالك إيه أن النادي الزمالك حيكون جاهز علشان يتمم الصفقة دين إذا ما فقد إدارة اتحاد السكندري على ترك اللعب في يناير ومش بنهاية الموسم سادس حاجة ده لعتي احنا تكلمنا على اللعيبة اللي حيتم استخدامهم أو النادي الزمالك داخل في خط المفاوضات عشان يستخدمهم في المركات الشتوي أبرز الراحلين عن نادي الزمالك في الفترة القادمة أعتقد أن يوسف أوباما هيكون قريب جدا من الانضمام لفريق الاتحاد السكندري على سبير الأعارة لنهاية الموسم بس زي ما قلنا أن الزمالك بيرهن الصفقة ديا بموقف الاتحاد من هو يوافق على بيع اللاعب بتاعه مروان عطية عشان يرتدي القميص الأبيض لعب أصاد لعب كمان بينوي الزمالك أنه يجدد عقد اللاعب الشاب سيف فاروق جعفر وأنه هو يعمل إعارة لي عشان يشارك أساسية مع أحد أنديات الدورية علشان اكتساب المزيد من الخبرات وطبعا دي حاجة مهمة أن العيب عندنا العيب قوي العيب هو صغير في السن ما نقعدهوش على دكة الاحتياط لأ نشوف له فريق قوي منافسات قوي عشان احتكاك يرتقي بيه المستوى بتاعه إحنا ده منضوع إعارة هيرجع بعد الإعارة مرة أخرى المنضوع هل لن يتوقف هذا الأمر طبعا على ضم مروان عطية من الاتحاد السكندري طيب ده فيما لأوصلة بالميركاتو الصيفي والميركاتو الشتوي سواء في نادي الأهلي سواء في نادي الزمالك الناس رح يتم استخدامهم لنادي الأهلي أو الزمالك أو أبرز الراحلين عن الاتنين إحنا لازمنا في الأخبار اللي ليها علاقة بالدوري المصري لكرة القدم النهاردة قررت ربطة الأندية لمباراة الجولة العشرة بالدوري كالتالي تغريم الجهاز الفني لنادي سيراميكا كاليوباترا 25 ألف جنيه نظرا للاعتراض الجماعي على قرارات الحكم عقب مباراة الأهلي قرار رقم واحد القرار رقم اتنين النادي المصري بيتحمل ما تم اتلافه من جانب المدير الفني للفريق كابتن حسام حسن في مباراة أسوان ده طبعا هيكون بناء على تقرير الشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو والفار خلال أسبوع من تاريخ القرار وفي القرار رقم ثلاثة هو مرتبط بقرار رقم اتنين الحادثة اللي احنا يعني شوفناها وكلنا تابعناها منضوع مشكلة حسام حسن كابتن حسام حسن والفار حيتم توقيع غرامة مالية على كابتن حسام حسن قدرها مئة ألف جنيه بتسدد خلال أسبوعين علشان اللي حصل من تحطيم الفار سواء كان تحطيم الفار ذات نفسه الجهاز أو تحطيم الشاشة في الماتش بتاع أسوان وكمان فيه قرار اللي هو ليه علاقة بإيقاف المدير الفني للمصري تلقائيا في حالة عدم سداد الغرامة خلال الموعيد المقررة ومضاعفة العقوبة حال تكرارها مرة تانية خلينا نروح لأحد الأخبار الخاصة لبرنامجنا رقم عشر هو إيقاف كابتن حسام حسن أربع مباريات في حال عدم سداد النادي المصري تكلفة إصلاح شاشة الفار ده العنوان بتاع الخبر في مقتن الخبر بقى أن لجنة المسابقات قدت مهلة لإتحاد الكرة وطبعا لجنة المسابقات ورابطة الأندية قدت مهلة لكابتن حسام حسن المدير الفني للنبد المصري أسبوعين عشان يسدد غرامة المئة ألف جنيه إحنا قلنا أن في غرامتين مئة ألف جنيه حيتحملهم كابتن حسام حسن وتكلفة إصلاح سواء بقى الشاشة بتاعة الفار أو الجهازة نفسه كله ده حيتوقف على التقرير الصادر عن اللجنة الفنية اللي حتطلع تقرير بأعطال اللي حصلت في الفار في حال عدم السداد حيتم إيقافه أربع مباريات وحتم مضاعفة العقوبة في حال تكراره طبعا بتنتظر لجنة المسابقات بتحاد الكرة التقرير زي ما قلنا الشركة الأسبانية وهي الشركة دي هي المسؤولة عن تقنيات الفار علشان تحدد التكلفة بتاعة شاشة الفار اللي حتصل تقريبا يعني الأقوال بتقول من 2000 ل3000 أورو يعني هم نتكلم تقريبا 80 ألف جنيه مصري طيب ده فيما لوصله بالقرارات الصادرة خلينا نروح بقى لحاجة مهمة جدا نحن عندنا بكرة مباريات على صفيح ساخن الأهلي بكرة في مباراة مهمة جدا ونارية جدا مواجهة نارية جدا ما بين الأهلي وبيراميدز هنا عارفين أن مارسل كولر ما بيعلنش القايمة بتاعته ما بيعلنش السكواب بتاعه اللي حيخش به المباراة الناحية التانية اليوناني تعكس جونيس المدير الفني ليناندي بيراميدز بيعلن قائمة مباراة الأهلي فيه الدوري الممتاز ضمن الجولة الحداشر هتقام بكرة إن شاء الله ساعة سبعة القائمة كالتالي في حراسة المرمة هيكون شريف إكرامي أحمد الشناوي ويوسف نادر خط الدفاع هيكون علي جبر وسامة جلال أحمد سامي محمد الشيبي محمد حمدي وكمان كريم حافظ خط الوسط عبدالله السعيد وهنتكلم على عبدالله السعيد في القصة بتاعته هل هيسيب هل مش هيسيب هل كما يعني الإرهاصات بتقول أو الهمهمات بتقول عبدالله السعيد بكرة هيكون آخر مباراة لي مع نادي مع نادي بيرمدز ولا لأ هنشوف عليها تحال خط الوسط بتاع بيرمدز بكرة إن شاء الله عبدالله السعيد رمضان صبحي إسلام عيسى مصطفى فتحي إبراهيم عادل ومحمود دونجا محمد صادق وبلاتي توري وعبدالله مجدي أما خط الهجوم هيكون فخر الدين بن يوسف دود الجباس وفخر لكاي خلينا نتكلم بقى على كواليس انتقال عبدالله السعيد لإيه؟ لنادي الزمالك طيب قبل من نتكلم على الكواليس كلنا تابعنا في الأسبوع الأول تقريبا شهر الفات ديسمبر المشكلة اللي حصلت ما بين عبدالله السعيد وما بين النادي لما كان في وسط المباراة تقريباً بين الشطين الراجل خد هدومه ومشي ساب المطش ومشي سوياً بقى كان عشان خلافه مع كابتن مصطفى فتحي أو خلافه مع المدير الفني بغض النظر بس من ساعتها وفي أزمة ما بين كابتن عبدالله سعيد وما بين الإدارة بتاعة نادي بيرمتز دارة فنية ورئاسة نادي بيرمتز طيب الزمالك لغاية دلوقتي ما دخلش في مفاوضات رسمية مع بيرمتز عشان يضم عبدالله سعيد الثاني الزمالك لم يدخل في مفاوضات رسمية حتى الساعة عشان يضم عبدالله سعيد لما اقتصر فقط على إيه على كان فيه كلام كان فيه مفاوضات رايحة جاية ما بين اللاعب وما بين رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور خلال الأسبوعين اللي فاتوا طيب الموافقة على القرار ده في إيد اتنين في إيد رقم واحد البرتغالي جوزفالدو فرير المدير الفني طبعا للزمالك وأكيد مسؤولي بيرمتز اللي حصل أن كابتن عبدالله سعيد اتكلم مع المسؤولين في نادي بيرمتز علشان يرحل إلى الزمالك عبدالله سعيد فكرة الرحيل بشكل عام بس اللي حصل أن الإدارة رفضت الموضوع رفضت رحيل كابتن عبدالله سعيد عن فريق بيرمتز وتمسكت ببقاءه حتى نهاية العقد بتاعه هو على فكرة عقد عبدالله سعيد مع نادي بيرمتز تالي المتبقي فيه موسم ونص يبقى زي ما قلنا أن فكرة انتقال عبدالله سعيد أو رحيل عبدالله سعيد عن بيرمتز فيه شقين شق الأول أن هو المدير الفني لنادي الزمالك يوافق أصلا على ضم كابتن عبدالله سعيد نعرفين هو تقريبا 36 سنة فيضم هل نادي الزمالك محتاج فنيا لكابتن عبدالله سعيد ده فقط أمر حصري لمدير الفني لنادي الزمالك ده رقم واحد ده رقم اثنين أن هل نادي بيرمتز حيوافق أن يسيب كابتن عبدالله سعيد أو لا على قد حال الزمالك بينتظر تخطي مباراته أمام أسوان في الدوري علشان يبدأ أنه هو يفاتح عبدالله سعيد في الموضوع بشكل رسمي مرة تانية هل حيتم الأمر أو لا كابتن عبدالله سعيد حيعقد الجلسة الأخيرة مع مسؤولي بيرمتز بعد المتش بتاعه مع الأهلي علشان يحسم الموقف بتاعه يقيمة مكمل مع بيرمتز أو ماش عن بيرمتز طيب ده في ملو علاقة به قصة وملف رحيل عبدالله سعيد عن بيرمتز أو لا خبر آخر ليه علاقة بمباراة بكرة وهو خبر يعني بنشم في ريحة كأس العالم لجنة حكام باتحاد الكرة اعتمد التعيين البراندي شيمون مارتشنياك حكماً لمباراة الأهلي وبيريمتز في الدوري هو إما شيمون أو سيميون على أية حال مين الرجل ده مين الحكم ده لو نعود كده بي الأزهان كم أسبوع فاته ده الراجل اللي حكم نهائي كأس العالم 2022 مباراة طبعاً الشهيرة أفضل تقليم المباراة خصرت في نهائيات جميع كؤوس العالم السابقة ما بين الأرشنتين وفرنسا كمان سبق له إدارة مباراة نهائي كأس مصر موسم 2021 اللي انتهت بفوز الزمالك بأثفين مقابل هدف خلينا نروح برضو فاصل ونرجع مرة تانية مع نقادنا الرياضيين الأستاذ محسن لملوم والأستاذ خالد عامر نتكلم بقى في مواضيع كتيرة جدا عن أكيد صفقة رونالدو وعايزين نتكلم كمان على الدوري المصري والمطشاط اللي هتتلعب بكرة عندنا مطش مهمة جدا الأهلي ومطش ناحية تانية الزمالك وأسوان هنعمل ايه خلانا نشوف بعض الفاصل أهلا بكم مرة تانية راجعنا لكم بعد الفاصل بينضم لنا هنا في الستوديو الأستاذ محسن لملوم والأستاذ خالد عامر هنتكلم كتير بقى صفقة كريسيان ورونالدو هنتكلم طبعا بشكل أكبر وشكل متعمق عن الدوري المصري عندنا زي ما قلنا في مطشين مهمين جدا الأهلي مع بيرميدز والزمالك مع أسوان أنا قلت أستاذ محسن لملوم وأستاذ خالد عامر ده في الأول بعد كده محسن وخالد تمام طيب عملتوا إيه بقى في رس سنة يعني أهلا بحرك أولا يعني زي كل رس سنة عادل في بيت أه بالزبط أغلبنا خالد هو اللي أعتقد لا والله أنا رس السنة بتاعي بيبقى فملي جاثرينجز أكتر فبنتجمع كلنا عند عمي ونضي الوش الصبح بقى عزيم جدا يعني هالس سنة سعيد عليكم يا رب ونسألها كونت طيبين طيب نبدأ بقى كريستيان رونالدو محسن أنت في 2014 عملت لقاء رائع جدا الصحف تكلمت عليه كتير لما عملت لقاء مع كريستيان رونالدو رأيك فيه صفقة انتقال كريستيان رونالدو لفريق النصر السعودي الصفقة التاريخية في تاريخ السعودية وفي تاريخ المنطقة يعني بسم الله الرحمن الرحيم الصفقة اللمانية نتكلم عنها لها شقين لها شق من جانب السعودي والجانب كريستيان واللاعب يعني النادي واللاعب النادي طبعا عمل ضربة قوية جدا يعني تحسب لي صفقة قوية جدا تحسب لي بشكل كبير جدا تفرق كتير جدا في الفكرة مش كلها مش لعب ونضمه وحط لعنده 37 القصة مش كده خلاص القصة المنطقة يعني ايه كلنا شفنا كاس العالم ولم أقيم عند العرب في قطر كان تأثيره ازاي برة لأن هي بقت القوة النعمة دوالوقت القرط القدم الناس كلها لما فر من ده فده استكمالا لكاس العالم وهي سوقته قطر سوقت لكاس العالم تسنت أسوي اللقطة الأبرز الأبرز لما تم يعني خلو صحيح لقطة دين بليون جنيه فهو ده اللي حصل اللي بيحصل النهاردة السعودية بتكمل اللي عملته قطر احنا كعرب يعني حتى هتلاقي حتى كنا دايما بصراحة مش يعني مش نريس في رسنا فرامل احنا دايما كنا كعرب بينا حساسيات في مرشتنا ودايما مرشتنا كانت بتفشل ودايما ايه لما اي فريق عربي قبل اي فريق اجنبي كلها نشجع الاجنبي هي كانت ثقافة فينا كلنا لكن في فترة اخرها ما بقاش ده موجود الحمد لله كلنا شوفنا كلنا عملنا زور المنتخب المقريب كنا عملنا زلما السعودية كسبت اكنا احنا اللي كسبنا وكل المنطقة العربية فحتى المنتخب الكاسر العالمي نمت عمل في قطر وكلنا شوفنا الحملة الاوروبية وتحددا من المانيا الناس كلها كرهة المنتخب الألمانيا بقولك بكل امانة كرهة المنتخب الفرنسي كرهة منتخب أولندا بسبب بعض الامور طبعا لا تتفق معنا وأنهم هتعاملوا معنا كعرب باستعلاء شوي. هو أعتقد بس منتخب ألمانيا لا لا هو منتخب الفرنسي فرنسا في النهائي. قالك لو فوزنا بالكسة هيرفعوا الشعار الممنوع والكلام فده مش فكرة الشعار ومش أولئة إلا لكنه فيه عدم احترام لأصحاب البيت. دي حاجة ضد قوانين مجيش تفرض عليها حاجة. فده كان فيه نقطة عدم احترام. فعشان كده فقدوا نطلع بقى من الموضوع ده يعني اللي عملت السعودية أو النصر السعودي استكمال اللي ده. أن انت بتجيب نجم كبيرة على فكرة هو حسب الجارديان النهاردة قالت أنه ده الأول وليس الأخير ده فيه قيمة طويلة عريضة جاية في الفترة اللي جاية منهم دمارية منهم هازارد ولملامسي ما بيشوفوا ما بيوصوا في العقود يقدروا يجيبوا النجوم ده لأنه لأن ده كمان هيبقى من ضمن الصبرت بتاع كاس العالم 2020-30 اللي إن شاء الله تنظيم مشترك مصر واليونان والسعودية فطبعا ده هيبقى من ضمن القوى النعمة اللي بتعمل ده. ده من ناحية السعودية أو النصر السعودي نرفع لهم الكبعة تماما بعيدة عن الأرقام ده الشبكة الخاص بإزاي إخواتنا في السعودية فكروا في الأمر رائع جدا بالنسبة لكريسيان ورونالد بكل أمانة نتكلم كراهية لا تاني قرار خطأ أخذوا في حياته الأولاني لما رحل على الريال مدريد أنت أسطورة من أساطير ريال لما رحل في 2018 حتى لو كان ليفونتوس لمانشستر نتلاق الموضوع منتهي أنت أسطورة أنت تحطيت جنب الأساطير الأدامي الكبارد ستيفانو والبقية أن أنت تكمل الأساطير دي وفي التاريخي يسكن لك أنت خرجت منها أنا ساعتها ما عرفش ليه طب ليه يعني هيدفلك إيه ليفونتوس مع احترامي ولا ليفونتوس ما أنت كنت في الكبير كنت طبعا شفت اللقاء اللي كان تقريبا من 8 سنين كريسيان رونالدو لما اتسأل قال أنا ما بفكرش عن نهاياتي في دبي ولا دبي ولا قطر وهو على فكرة هو ما عبش في الدول دي نقل بس أنا هو عب في اللي بيلعبوا فيها آيوة لأنه كان ساعتها هي الفكرة كان ساعتها تشافي تشافي هيرناندز صعب براشلونة اللي رحل سد القطري اتكلم عن كريسيان رونالدو وأنه مش فاكر السياق بتاع الكلام بس كان فيه انتقاد لكريسيان رونالدو صام هاو فهو طلع قال أنا كلاعب أي حد عايز يتشهر بيجيب اسم كريسيان رونالدو في الطريق بس أنا كلاعب بفكر لما هختم هختم في مستوى عالي هختم في أعلى مستوى ممكن جعب كلها فيه مش هروح حلعب في قطر لا 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 هو يعني استطرد قائلا أنا ما بقولش إن هم دول يعني أنديها سيئة أنا مش عايز أعمل بالزبط هو بيعيب فكري فتشافي هرناندز عاز أقول لحركة إنه هو إيه يعني الشيء بيزكر في القصة دي زين الدين زيدان زين الدين زيدان لما اعتزل ويعتزل برضو مبكرا كان يقدر العرب حلوم فتح له الدنيا ورفض حتى هو مدرب حاليا لو حركة لو الناس كلام تبع إنه هو ما ضربش الريال مدريد وحقق معهم جهزة أوروبا التلاتة ضرق أبطال المتتالية ما حدش عملها قبل كده وصعب جدا حد يعملها تاني فهو عملها مع ريال مدريد لما ميشي من ريال مدريد مش موجود في أي حتة وكان عنده أمل وما زال عنده أمل أنه يدرب منتخب فرنسا كان فيه متوقع لمنتخب فرنسا ما يصلش للنهائي فيما لو فشل فكان خلاص يتم إقالة ديشامب هو يتل لكن ده وقته هو يمكن عشان ديشامب موجود وعايز يعمل بالضبط يقدر يدرب أي حد في العالم لكن هو حتى نفسه يعني ما هو بارده حتى نفسه في الكبير ريال مدريد منتخب فرنسا معلش هو ده الفكر اللي هو وجد نظر فهو رونالدو أخطأ الخطأ الأولاني أنه هو ترك ريال مدريد ده خطأ يعني لا يختفر كان ينهي النهارده عايز ينهي فيه يعني أسطورة ريال مدريد دي مش عايزة كلام احنا لو حركة خدنا بنى من أول سنة أنه رونالدو كانت مشكلته أنه منشاة سرينتت ما بيلعبش في دور أبطال أوروبا فهو الحيطة دي كانت أول الموسم حتى منشاة سرينتتل لما عمل الجولة بتاعته الأسيا هو ما كانش معهم لأنه كان بيفكر فحاجات أي فريق منهم تشيلسي مش عارفه أن يروح دور أبطال أوروبا عشان الأرقام بتاعته هو دوقتي ما طالش يلعب في دور أبطال أوروبا وبيبحث عن أن يلعب في دور أبطال أوروبا فراح في فريق ما بيلعبش حتى في دور أبطال أسيا طبعا مع الكامل احترام للنصر على أنه راسي لكن هو أنه مش حتى مش بترك في دور أبطال ففا يعني فكره غريب شوية هتقول لي مادي ما فيش مشاكل وجهة نظر بس أنا شايف أنا حرج على نقطة كريستيانو بس خلد أنت كنت قلت لي حاجة مهمة جدا وده يعني مصداقا للأرقام أنا شخصيا بحب أرقام جدا صحيح إن إزاي القيمة التسويقية لنادي النصر هترتفع بين ليلة وضحاها بشكل حرف أنت قلت لأرقام أرقام ده يعني ريت تقولها لنا كده في مواصلة بي المتابعين على صفحة صفحة التويتر بتاعة نادي النصر هو في البداية بدأت الحلقة بأنه كنت بتقول إنه القيمة الأكبر في الصفقة ليست فنية وليست أي حاجة في الحياة هي براندنج للفريق وللدور السعودي بالمنطقة العربية بالأكمل يعني حساب النصر السعودي على إنستجرام موقع إنستجرام طبعا على إنستجرام الخاص بالصور والتغريدات المصورة يعني كان 800 ألف متابع 800 ألف متابع جماعة ماليش ركزوا في الأرقام قبيل الإعلان عن انضمام كريستيانو رونالدو لنادي النصر كان حساب نادي النصر على إنستجرام 800 ألف متابع بالضبط كده في الثانية في الثانية اللي كان بيعلن فيها النصر عن انضمام رونالدو كان 800 ألف متابع بعد ساعة ونص من الإعلان أصبح عدد المتابعين مليون ونص حلو الكلام يعني تضاعف تضاعف بالضبط في ساعة ونص بين ليلة وضحاها كنت شاكرا لسه بتقول تحول لحد قبل ما دخل الحلقة كان وصل عدد المتابعين لخمسة مليون من 800 ألف متابع لخمسة مليون قبل ما تدخل الحلقة قبل ما دخل الحلقة هنا داخل الحلقة دلوقتي بتشك وصلوا للكام بقوا 6 مليون يا جماعة من من 800 ألف احنا وكملناش 24 ساعة ما تكملناش من 800 ألف متابع على نيستجرام لـ 6 مليون 6 مليون يعني احنا احنا منتكلم في يعني ممكن نادي النصر اعتقد كده يعني احنا رايحين في حتة أخرى خاصة مع الإعلان عن فيه تقريبا تعقدات أخرى من اللعيب العالمي نتكلمش بنادي النصر دور السعودي انت حرك شفت فيه صورة منتشرة من امبارح الهلال السعودي الصورة بسعودي عمل تيشيرت الميسي يعني حتى جمهوربة دا بيطالق ومش بيهرجوا ميسي ييجي طبعا هم بيشوفوا العقود بتاع اللعيبها هتخلص امتى ويجيبوه يعني ممكن بعد سنة بعد سنتين مش مشكلة بس هيجي ييجي والنهاردة الجارد اذا ما قلته حرك في بداية كلامي او ممكن امبارح النهاردة الجاردين عاملة تقرير كده ان دا الاول وليس الاخير وحتى قيمة طويلة منها دمارية ومنها هازارد ومنها ميسي كم نجم كده اللهم مش هيفكروا في مبابي دلوقتي لسا مبابي قدام بجير شوية لكن كل اللي عقودهم او شاكت فبيجي ولم لا يعني هي المنطقة خلاص المنطقة فرضت نفسها يعني حتى الناس بدوا يتكلموا كان فيه تريقة من الاول لما حطوا مصر والسعودية واليونان بدأت الناس في اوروبا يقول لك ايه ده عبل ما تيجي في السعودية هيمنعوا الاحتفال بالهدف فقط بالتالي فيه منافسين اه اه ده فيه منافسين فيه فيه يعني خلاص بقى طبعا بعد لما وصل 48 فيه تكتلات اكتر من دولة تكتلات كلها تنظمات مشتركة بالضبط رقم واحد مصر والسعودية واليونان ده ما هذا ما نتمنى رقم اثنين فيه اربعة من لانه يكون مر مئة سنة على المنديال عشرين ثلاثين وكان في ارجوي فعشان كده ارجوي وبراجوي يعني اعتقد ده كان اول كاس عالم كاس عالم سنة الثلاثين فعايزين يحتفل بولمائوية في نفس المكان والملف الثالث اللي هو هكون اسبانيا والبرتغال غالبا اسبانيا والبرتغال ومعهم حد ثالث لا انا شفكر انا برضو مش فكر اعتقد منافسة تقوية طيب خالد محسن تحامل على رونالدو وقال ان هو تاني اسوأ قرار اخذه في مسيرته الرياضية تتفق ولا تختلف مع الطرح ده اتفق مش متفق بشكل كامل ولكن ايه الطرح ده ايه كلمة كبيرة ده لا اتفق بس مش بشكل كامل هو سيد محسن عارف ان انا بحب اختلف دايما يعني انا باجي اختلف مطفق ان هو اسوأ قرار ان هو يرحل عن ريال مدريد بس مش ان هو يرحل عن ريال مدريد ان هو رحل عن ريال مدريد ليوفينتوس تحديدا ليه ان هو رحل عن ريال مدريد ده كان قابل مفروغ منه لانه كان فيه مشاكل كبيرة ما بينه بين فلورنتينو بيريز وبدأ يخسر قط اللبس هو كريستانو رونالدو نفسه بدأ يخسر قط اللبس فلورنتينو بيريز شخص متعنت جدا وما بيهموش النجوم بدليل انه مشى ايكار كاسياس مشى راول جونزالس اللي هم النجوم الفريق بلا منازع مشاهم كريستانو رونالدو لما ميشي راح ادى الرقم بتاعه الماريانو دياز اللي هو مش ربع ومش تلت ومش خمس قيمة كريستانو رونالدو حتى وما جابش نجم كبير يدي له تي شيرت بالضبط يعني زي مثلا دافيد باكم في ريال مانشستر يونويتد لما رحل دافيد باكم راحوا ادوا الرقم لكريستانو رونالدو عشان انتى النجم الصعد ماريانو دياز حتى مش القيمة فلورنتينو بيريز شخص متعند جدا رحيل كريستانو رونالدو كان امر مفروغ منه ولكن الانتقال ليوفينتوس الإيطالي وانا ضد الطرح دي اللي انا بختلف فيها معك طرح برضو وانا ضد الموضوع بتاع انه كان يعتزل او كان ينهي لا يكمل ينهي 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 33 سنة ده شيء مش وارد لا اصلا يكمل في الريال كان غير وارد ان هو يكمل في الريال مدريد ده كان غير وارد نظرا المشاكل اللي حصلت ما بينه وما بين فلورنتينو بيريز التوقع او اللي انا كنت متوقع ان هو هيعمله ويكسب به كذا بنت عند الناس ان هو يروح منشستر نويتد يرجع تاني منشستر بذبت كده رسعان واحد يعني فيه كان ارهاصات كان بتقول انه كان حيرجع تاني الريال مدريد خاصة ان ابنه راحل الفرقة بذبت الاكادمية بتاعت ريال مدريد فالناس ربطت قالوا ابنه راحل ريال مدريد فهو كريسان راحل الفرقة وراجع تاني ريال مدريد كان قريب في حتة معلش يا خلت في حتة ان هو كان ست شهور تحت يعني تحت التقييم ان هو لو مين هيقيم لا النادي يعني عنشولت وباقية الاجاز الفني يعني تحت تقييم ست شهور اجاد اوكي يجدد له سنة كمان ما اجادش خلاص وما يحقلكش ده اللعب المؤسسي انا قلت ده الاقرب للصحة انه ممكن يحصل ويبقى خيره ختم ليه بقى وابنه هناك والقصة اللي لا عارفين والموديل ده احنا شفناه قبل كده في اوروبا في ابراهيموفيتش زلطان ابراهيموفيتش لما ساب لوس انجلس جالكسي وراح اسيملان في فترة الانتقالات الشتوية في 2020 صحيح تعاقدوا معاه لست شهور عشان يشوفوا الاوضاع هو هيرتاحوا وهم هيرتاحوا الدنيا تبقى عاملة ازاي وصل لشهر 6 2020 لقوا ابراهيموفيتش لتأثير بتاعه حتى وان لم يكن فنيا ولكنه تحول لقائد وبيلم اللعيبة حالي خاصة انهم كانوا لعيبة شباب ما عندهمش الخبرات فتحول ابراهيموفيتش للقائد والبابا بتاع المجموعة الشباب اللعيبة دول فلاق انه الامباكت بتاعه مفيد جدا مش على المستوى الفني هو طبعا مفيد على المستوى الفني ولكن اكتر على المستوى المعنوي وشخصية البطل والكلام ده فجاد دوله في سنة في سنة في سنة الحد دلوقتي ابراهيموفيتش 41 سنة بيلعب مع الميلان مش في الجهاز الفني مش في الإدارة مش في أي حتة لا بيلعب مع الميلان كلاعب عظيم اي نعم ملعبش ولا مطش الموسم ده عشان الاصابات فاحنا شفنا الموضل ده الموضل ده هو الاخر شوية انه رونالدو ينضم لانه كانوا الناس مستنيين او الاعلان الرسمي لانه هيروح ريال مدريد فنرجع تاني للفكرة بتاعت هل انا متفق ولا لا 33 سنة طبعا ما كانش ممكن ان هو ينهي مسيرته او يروح امريكا او يروح بس انا كنت مع ان هو يضرب كذا ضربة بان هو يروح منشستر يونيتا ده رقم واحد هو لسه 33 سنة قادر على العطاء وقادر ان هو يجري وقادر ان هو يفيد النادي بدنيا وفنيا هو النجم سهل كان في عرض من منشستر يونيتا طبعا كان في عرض اه 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 طبعا كان في عرض ما كانش عرض رسمي ولكن يعني منشستر يونيتا ده هو السبب في شهر كريستان رونالدو لو كريستان رونالدو قال لهم انا جاي هيقول له لأ دفنت لي مش هيحصل فان اصلا انا كنت متفق مع ان هو يمشي من ريال مدريد حتى وان كان بس يروح منشستر خطوة انه راح يوفينتس الايطالي دي كانت خطوة سيئة جدا بالنسباتي على اية حال احنا نتمنى ان النجم كريستان رونالدو يسطع في الدوري السعودي وانا تمنى ان احنا نشوف نهضة كروية في سعودية بقيادة كريستان رونالدو خلينا طلع لفاصل ونرجع نشوف بقى المتشارات بتاعتنا بكرة ايه وحنتخلق مع بعض في ايه واخبار المركات وايه وكلامنا أهلا بيكم مرة تانية عايزين بقى نتكلم عن الاهلي وازمالك عايزين نتكلم على مبارتين غاية في الاهمية على صفيح سيخن بكرة ان شاء الله زي ما قلنا الاهلي مع بيرميدز وازمالك مع اسوان هنتكلم كمان على المركات والشتوي بالنسبة لنادي الاهلي وبالنسبة لنادي الزمالك معنا هنا في الستوديو محسن لم نوم وي خالد عمر نبدأ بمحسن رأيك في المركات والشتوي بالنسبة لنادي الاهلي ونادي الزمالك خلينا نبدأ بالنادي الاهلي هنو أكثر اشتعالا شوية للأسف اشتعالا احتياجا اشتعالا يعني أو ترقبا خلاني أقول ترقبا للأسف دارة النادي الاهلي ما تعلمتش من أخطاعة يعني في بداية ما تولت الإدارة دي سنة آخر سنة 2017 أول بطولة اللي هو ساعة فقط فيها الأهلي بطولة أفريقيا من أمام الترجي كان يومها في الصيف الأهلي ما جابش لتنين لعيبة أحمد علاء كان في الداخلية وكان فيه لعب سنة غالي كده طويل تقريبا اسمه ساليف كوليباني ساليف كوليباني ساليف كوليباني كان طويل كده ما جابش اللهم اللي هو 2017 كان كارفيرون اللي ماسك وهو اللي طابه بالزبط لأنه كانوا بيدربوا قبل كده فالمهم الأهلي ساعتها الإدارة لقت الفرقة ماشية وكملة فخلاص ما جابتش ما جابتش لعيبة مع أنه المركات الصيفي في الأساس بيبقى العدد الكبير والتكملات أو الحاجات تسد الفراغات بيبقى في الشتوي لما الأهلي خسر بطولة أفريقيا في النهائي قدام الترجي وقايا كانت الأسباب مش دي المشكلة خسر في النهائي البطولة راح الأهلي طبعا الانتقادات أنت عم أجبتش غير اثنين أحمد علاق ما بيلعبش وسألي في كل بالي مش دابتع النادي الأهلي وفين دي الصفقات فرح الأهلي عملت تسعة صفقات في يناير في قلب الآية يعني جابتنين في الصيف اللي هو مفترض بيبقى جودتهم بقى إيه جودت الصفقات جاب بقى كان رجع رمضان ساعتها من هانزرستوك وجاب حسين الشحات رمضان من ستوكسيتي أو ستوكسيتي عفوا هانزرستوك هانزرستوك دا حيز ودول كان أبرز بس كانت تقريبا يسر إبراهيم يعني جاب جاب ساعتها تسعة لعيبة يعني الجودة بتاعتهم قد قيمها عالية والنادي الأهلي ساعتها فرق حتى في الفرق فهو النهاردة مفروض كان الإدارة عملت خلاص خطوة السباقية أنت السنة اللي فاتت عندك مساحة من الوقت كبيرة جدا في الصيف والفرقة نفسها قعدت حتى النادي الأهلي شايف أن الجملة اللي أنت قلتها دي قاسية شوية أن الإدارة إدارة النادي الأهلي تتحمل مسؤولية الإخفاق في في موسم أو المركات والصيفي مش شايف دا قاسية شوية على الإدارة من اللي يتحمل الجهاز الفني يتحمل لا الإدارة الإدارة لأن الإدارة هي اللي شايفة كل حاجة فهو جمهور مصر أهلي حتى أو زمالك أو أي جمهور للأندية الأخرى مستنية مش عارف مين فين ومش عارف شاربو فين وفي النهاية نصد على الثلاثة اللي الأهلي جابهم حتى ما بيشاركش ميسي اللي هو مصطفى سعد و شادي حسين شادي حسين هو اللي يمكن شارك شوية و برونو سوفيو بس برضو مش دا النادي الأهلي أصلا هقول لعرك كون أن أنت كبير هو ليه لما يجي الكلام عن نادي الزمالك ليه نادي الزمالك دوقتي فريق قوي لأن عشان تبقى فريق قوي حتى يقول لك أنت تبقى إنسان قوي إزاي رصيدك في البنك هو اللي بيقويك هو البنك في كورة القدم الدكة طبعا الدكة أنت النهاردة اللي بره زي اللي جوه مش هقول لك أحسن منه اللي بره زي اللي جوه عشان ده لما يمشي البديل على نفس الكفاءة لكن أنت النهاردة مش هقول لك اللي موجودين تعبني لا حتى لو فين البديل أنا مش شايف على الدكة فهو النهاردة النادي الأهلي برضو وفر بقول لك بصراحة ما جابش لعيبة خلاص الفرقة رجعت أصلي الفرقة كانت مرياحة سبع أسابيع لا لا ثانية واحدة السبب في عدم عمل مركاته صيفه قوي النادي الأهلي عايز يوفر لا مش قصدي عايز يوفر هو الفرقة كانت مرياحة سبع أسابيع تقريبا اللي هو في نهاية الموسم فالفرقة الكبيرة جاية اللي هو الشنة وعلي معلول ومحمد شرق اللي هو الكبار يعني الكبار فالكبار موجودين زائد أخدوا بقى راحة زائد الجماعة المصابير رجعوا خلاص كانوا خفوا كان برستها وقبل ما يتصاب تاني وكان أكرم ربنا يشفيه قبل ما يتصاب تاني وبعدين عملنا كمان كان متوقع يتعامل 3-4-5 صفقات فالقال لي مش محتاج ما هو اللعيبة دول رجعوا يعني اعتبروهم صفقات لكن الحقيقة مش دال كواليتي بتاع النادي الأهلي النادي الأهلي انت نادي كبير انت بتشارك في الدوري في الكاس في الصوبر في أفريقيا في كاسعالم الأندية طيب هيجات لك كاسعالم الأندية انت النهاردة ده الشهر اللي جاي اه ده أخر اه بلزبط الشهر اللي جاي يعني انت لازم تكون على مستوى الحدث طبعا عايزة السؤال لخالد احنا زي ما استعرضنا فيه ثلاث لعيبة هم حتى كامل اللعيب التالي التالت بتاع الاتحاد السكندري مروان عطية يعني فيه أقويل كتير ان هو مش هيجي عشان الاتحاد السكندري رافض ان هو يطلع لعيبة فاحنا عندنا تقريبا ان اللي هم قابق أو سيني أواد ان هم أو تم الإعلان عنهم بشكل غير رسمي على الأقل يعني لعيبة بتاع نجم السحلي كريستو والعيبة الآخر هو خالد الجناح الجناح باكي مين أو الباكي مين بتاع بالزبط فالسؤال هنا هل باستخدام اللاعبين دول هل كده الأهلي خلاص بقى استكفى بقى هو كده يعني هول دول اللي هيسده المشاكل اللي منجودة فيه أكتر من مركز في النادي الأهلي دافنتي لا مية في المية لا ليه مية في المية لا أولا خليني هعقب سريعا على كلام سوز محسن وهروح للنقطة لأنهم مرتبطين ببعض بشكل أو بآخر تمام يولو بين البنك بتاع الزمالك قوة البنك بتاع الزمالك هو اللي جوه زي اللي برا ليه اللي جوه زي اللي برا معين الزمالك كان عنده 15 لعب يكمل بيوم الموسم اللي فات وعنده إيقاف قيد وعنده 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 ولكن قوة اللي جوه واللي برا كانوا جايين من قوة المدير الفني الزمالك لما فكر لعبها قبل كده وجيه قبل كده ضرب الزمالك واخد معهم بطولة وعارف اللعيبة وعارف الإدارة وعارف الكلام ده كله جيزفالدو فريرا جيزفالدو فريرا هو صاحب الإنجاز الأكبر ما بين اللعب الزمالك أو اللي سكواد بشكل عام لا يحسب لأي لعب يحسب لأنه هو لعب يوسف أسامى نبيه سيف فاروق جعفر محمد طارق سيد عبدالله نيمار عدد من اللعيبة الصغارين قدر يعيد توظفهم بشكل كويس جدا عشان يقضوا البطولة الناحية التانية مسيماني بيتأخر بيسافر المغرب ما بيرجعش على الرغم بداية رائعة المسيماني وأنه هو عمل طفل وأرقام وعلى صعب الأرقام هو يعني كان فارق في تاريخ النادي الأهجر 100% ولكن في الفترة الأخيرة كان بدأ يدي اللعيبة راحات سلبية كتير مؤثرة على الجانب البدني مؤثرة على التركيز بتاعهم طب في المقابل هل احنا بنعمل صفقات تسمح لنا أن احنا نكمل في المنافسة العصر الذهبي بتاع النادي الأهلي كان مش مهم اللعيبة اللي في الملعب مين احنا كل سنة بنجيب صفقة سوبر عشان نزود الطموحات ونزود الدوافع بتاعة اللعيبة اللي جوه الملعب عندنا محمد شوقي في الملعب بنجيب له حسن مصطفى عندنا قدام عماد متعب بنجيب له فلافيو عندنا وراء عصام الحضري بنجيب له الندر السيد أن الأسماء دين هي الأسماء السوبر اللي هتحل مشكلة النادي الأهلي لأ طبعا ومش المراكز حتى للأهلي محتاجها يعني الأهلي فين الوينجات في الأهلي الأهلي محتاج وينج كولر بحراسة مرمى محمد الشناوي أصبح متذابذب جدا مصطفى شبير أنا كنت شايف أنهو لازم ياخد فرصة أقل فرصة ولكن الغضروف اللي جاله مرسل كولر آر بشكل صريح جدا أنا عايز مهاجم صحيح صحيح دحي فين المهاجم معلولة في الاعتبار أنا مش بالوم على الإدارة لأن الإدارة خلي بالك إلا أنا بهاجم شوية أو بنتقد مش بهاجم بنتقد شوية هي نفس الإدارة لأ أنا بأشيد بها جدا أنتم مشتركين في المنضوع لأ أنا بأشيد بها جدا لأنه بعد رحيل الفايلر والوقت دايق جدا في 2020 وبنلعب سيمي فاينل كأس أمم دوري أبطال إفريقيا التعاقد مع بيتسو موسماني وهو قرار في منتهى الذكاء والحكم من غانب ويحسب لكابت المحمود الخطيب مياس 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 يحسب لكابت المحمود الخطيب لا لأنه مش أرزي محمود الخطيب يحسب لحمود الخطيب اللاعب وليس لنختاره اللي اختار محمود الخطيب اللاعب وليس محمود الخطيب رئيس النادل لأنه هو كلاعب حسبي هو شاف مين اللي هيفدنا في المرحلة دي مين اللي عارف أجواء أفريقيا والملاعب ولعبنا قبل كده وعارف لعباتنا وعارف الكلام ده كله اختيار في منتهى الذكاء ولكن بجانب ده انت بتسيب يوسف البلايلي مستعد يجي للأهلي وما بتعرضش عليه والعهد على الراوي حد قال لي أنا مش عارف صحة المعلومة ولكن حد قال لي أنه تم عرض فينسنت أبو بكر على مجلس الإدارة أو على لجنة التخطير اللعب تعنادي النصر لعب النصر ولعب الكاميرون بعد المستوى الرائع اللي ظهر به في بطولة أمم أفريقيا 2017 واحرازه حتى هدف في مرمى منتخب مصر في المباراة النهائية 2019 تم عرضه على النادي الأهلي وحد رفضه والعهد على الراوي أنا مش متأكد من صحة المعلومة لأنه كبير في السن ومش هيفيد الأهلي وما أكثر بقى أنا مضطر أطلع فاصل ونعلق جولوكوز بعد كده هيا يا جماعة نروح فاصل ونرجع لكم تاني أهلا بيكم مرة تانية وارجعنا لكم في السيجمانت الأخير والفاصل الأخير معنا هنا في السيديو محسن لملوم ويخالد عامير بنتكلم عن الدوري المصري كلنا نتكلم عن المركاتو بتاع الشتوي للنياد الأهلي نتكلم بقى مركاتو الشتوي اللي نادي الزمالك شايفه إزاي شايف أبرز الصفوف واللي هو نادي الزمالك يحتاج أنه يدعم فيها لعيبة في المركات الشتوي طيب قبل الفاصل على طول كنت بتكلم في فكرة أنه الأهلي ضيع منه كم سبقة صحيح صحيح حتى لو كانوا ببالاش بالضبط كده علقنا لجولوكوز ورجعنا أيها وكنت بقول على فينسنت أبو باكر وتاني بعيدها العهد على الروي يعني طبعا أنا آسف أن أنا بقول معلومة أنا مش متأكد منها بنسبة 100% ولكن ده مثال مش أكتر الحال هو صحيح أو خاطئ أنا ما أعرفش ولكن بيدل على الحالة العامة أنه كان في إيدك فرصة أن أنت تتعاقد مع لاعب قوي يفيدك وما حققتهاش طب نروح للنحية التانية نريه ذكرت ده عشان أربطها بالنحية التانية نحية التانية على الرغم من أنه هو قد لا يكون مفيد بدنيا أو فنيا لو عبدالله سعيد لاعب قيمة كبيرة جدا ولكنه كبير في السن يقدر يفيدك آه يقدر يفيدك ولكنه ما يقدرش يفيدك فنيا لأنه هو بيلعب بطريقة لا تناسب طريقة الزمالك أربعة تلاتة تلاتة أو تلاتة أربعة تلاتة أربعة تلاتة بتتحول إلى أربعة تلاتة تلاتة في الحالة الهجومية خطة مختلفة تماما عن وجود رقم عشرة هل عبدالله سعيد هل يقدر يلعب رقم تمانية أو هل يلعب يلعب دستروير تمانية ثلاتة أربعة تلاتة ما أعتقدش أنه بدنيا أن يقدر الخطة الأنسب أن أنت تجيب مرهان عطية المرشح أيضا دم licensing ولكن الاتحاد السكندري رافض ولكن فكرة أن أنت تجيب قيمة كبيرة زي عبدالله سعيد الزمالك ما فوتاش ما قلناش أننا لا والله عندنا إمام عشور عندنا عمر السيسي عندنا روءة ممكن نجيب مرهان عطية عندنا عدد ولكن قيمة كبيرة زي عبدالله سعيد مش هنفوتها فالزمالك أول ما تطرح فكرة من عبدالله سعيد ممكن يجي هاتو هي الفكرة في كده لازم اجيب احتياجاتي ولكن لو انا موفي كل احتياجاتي ما اعتقدش ان زمالك محتاج غير رأس حربة ولعيب بديل في الخط الوسط لان انت لو لعبت بالتلاتة ودونجا طبعا او الدفاع عشان مشكلة الوينش انت عندك في خط الوسط لو لعبت بالتلاتة عمر ستيسي امام عشور نبيل عماد دونجا هتبقى محتاج واحد بس يعمل روتيشن معاه عظيم وهتحتاج واحد في خط الدفاع لو مروان عطية مجاش في خط النص ومهد انا عندي دقتين عايز دقيقة اتكلم على الاهل وبرميدس ودي اتكلم على الزمالك واسوان اهل وبرميدس شايف انت شيئا اهل وبرميدس طبعا مرتش مرتقب طبعا بالزبط لان هو المشكلة ان هي مش فكرة على فكرة النادي الاهلي مش في مشكلة رقميا هو كده كده متساوى مع النادي الزمالك فهو مش حتى لو خسر النقطتين ولا بتاع العملية مش بعيدة يعني حتى لو خسر المباراة مش بها لكن طبعا كله مجموع الاهلي على الاداء السيء جدا للاهلي في الفترة اخيرة لكن هو الاداء ده ممكن يكون استنفار يحفز لعبة الاهلي بكرة انها لازم تفوز عشان كده لا تتحمل الجمهور الاهلي ولا انها تتحمل اخفاق اخر سواء بالتعادل او بالهزيمة كمان حساسية العلاقة ما بين الاهل وبرميدس كلنا عارفينها المباراة بتبقى نفسية اكتر للعبة النادي الاهلي بكرة ان شاء الله اتوقع ذلك الماتش الاشير كانت بيلعبوا كويس كانت بيلعبوا كويس ده في شوت التاني اه بس كانت افضل مباراة ممكن تتفرج عليها للاهلي السنة دي اه ده في شوت التاني استنفار انا بطاقا في حالة استنفار من اللعبة خصوصا الادارة كمان نقلت او يعني ايه كان في امكانية المباراة طبعا بعد المشاكل بتاع السلام خلوا في صدق كهرة موضوع الجمهور حلوا ازمة الجمهور زي ما الناس كلها متابعة فكل ده عملنا لك كل حاجة فانت النهاردة استفيق عشان ده الفوز بالنسبة لنادي الاهلي هيبقى بمثابة بداية لو فاز النادي الاهلي عشان يكمل بقى بصفقات الجديدة زرين بقى الزمالك واسوان شايف الماتش ازاي الماتش يبقى صعب على اسوان جدا مع انه في ارض اسوان مع انه في ارض اسوان اه بس الماتش يكون صعب على اسوان الزمالك مستقر الى حد ما اللي نجوم بتوعه خاصة بعد التعثرات للاهلي زادت الدفعة المعنوية عند بعيبة الزمالك ولكن نضع في الاعتبارات انه نادي اسوان تحت القيادة الجديدة الكرن امن الرمادي مختلف شوية في الملعب قادر يلعب كورة جريئة الى حد ما الماتش انا ممكن اقول ان هو رايح ناحية الزمالك ولكن لا تأمن مكر ايه انا قلت حاجة غليبة جدا لا تأمن مكر لا تأمن مكر ابناء الجنوب لانه الكورة زي ما احنا بالزبط ما عندوش حاجة غصرة شفنا فرق صغيرة بتتعدل مع فرق كبيرة يعني مع كامل الاحترام لكل مش اقول اسامي طبعا ولكن شفنا حاجات بتمشي عكس التوقعات يعني التوقع الشخصي ان الماتش لصالح الزمالك ولكن هيبقى في كلاميان ماتش لصالح الزمالك تميل الاهلي قليلا تميل الاهلي قليلا مش علي تحيلا اشكرك شكرا جزيلا محسن الاملوم شرفتنا ونورتنا وسنة سعيد عليك يا رب خالد عامل مشكرك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا يا رب وسنة سعيد عليكم وعلى كل حبابكم يا رب كده مشاهدينا نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة من رقم عشرة بكرة ان شاء الله اشوفكم في حلقة جديدة من البرنامج سوار فول اشتركوا في القناة